اشتركوا في القناة شوط دائما لازم تحدث فيه معارك جميلة مميزة ولكن لن نسبق هذه الاحداث الروعة والتي دائما اجمل من الروعة حتى خطي النهاية نتمنى التوفيق للجميع نتمنى السلامة للجميع مع هذه العروض الجميلة هو شوطنا الرابع عشر خصص لالابكار المهجنات الاصائل لابناء القبائل نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس يا الاخوة المشاركين لخفيفة على المركز الاول على الصدارة ما شاء الله تبارك الرحمن لسيد علي بن عبدالله ابو نواس النقلح على المركز الثاني الله يشامه في ثاني المراكز خليفة بن محمد بن قحيد المهيري بينما اللي في المركز الثالث زاخر ثالث في المركز عبدالله بن سعيد بن عبدالله المهيري وفي المركز الرابع هناك من تأتي عبير لناصر بن عبدالله بن خلفان الرزي وفي المركز الخامس مشعلة لسالم بن مخيد بن رشيد اه الاجتبي وفي المركز الساد اللي في سادس المراكز مثيرة لمحمد بن عبدالله ابو الطير العامري وفي المركز السابع هناك الضبي عبدالله بن علي ابو الواس وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن الضبي لعلي بن سيف بن محمد الكعبي وفي المركز التاسع هناك انضباط سلطان بنشطيط بن عبد الاجتبي وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر والاخير هناك اللي هي شهنية لعبدالله بن علي بن حمدان الفلاسي هكذا كانت النتيجة ايها الاخوة حاضرة مع هذا الانطلاق هكذا كانت النتيجة في ندائنا الثاني للمراكز العشرة ذعناها عليكم كاملة مكملة ما شاء الله مع هذا الفج الجميل مع هذا الجمهور المتعلق ثلاثين هناك كوكبه وشعاري تواجدا في هذا الشوط ولكن نحن بعد العجر دائما نذهب الى الصدارة هناك تجمع 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 ناموسي تجمع شعارات جميلة على صدارة الشوط وغيرت زاخر هذا الاسم بالحقيقة الذي دائما نهر على علم سميت يمنا بزاخر لهجن الرياسة ما شاء الله ولكن هنا هنا مالك من زاخر عبدالله بن سعيد بن عبدالله المهيري اللي متألق حتى هذه اللحظة اللي صامدة حتى هذه اللحظة على المركز الاول يلا يلمهيري يلا يلمهيري خلها تزخر بالمركز الاول خل جماهيرها يستمتع بها مع اللحظات الاخيرة بينما مشعله مشعله في المركز الثاني لسالم بن ابخيد بالرشيد النقلة هناك على المركز الثالث اللي في المركز الثالث وصلت مذيره لمحمد بن عبدالله بالطير العامري وفي المركز الرابع عبيل ناصر بن عبيد من خلفان الرزي شامه هناك من الجانب الثاني خامس المراكز لسيد لسيد خليفة بن محمد بن قحيد المهيري وفي المركز السادس من تصل لخفيفة عبدالله بن علي ابو نواس على سادس المراكز ما شاء الله ونقله الى المركز السابع وصل للمركز السابع ما شاء الله شهنية مع شعار الدكتور رعي الدكتور المتألق حمد بن راشد بن نايع على قفلي وفي المركز السابع اللي هي الضبي في سابع المراكز بنقول على سابع المراكز لعبدالله بن علي بن واس بينما اللي في المركز الثامن المركز الثامن اللي في المركز الثامن لسيد راشد ضي لسيد راشد سالم بن راشد بن اغدير وفي المركز التاسع هناك من تصل تاسع المراكز الجبارة لسالم بن مانع على غويس والمركز العاشر هناك مع الكعبي الضبي علي بن سيف بن محمد الكعبي ها هي النتيجة ها هي النتيجة أيها الإخوة للمراكذ دعناها عليكم بالوفاء والتمام ولكن زاخر زاخر يا زاخر هل سوف تبقين على منصبكي ولا هناك رأي آخر للبقية رأي آخر غيرت مثيرة غيرت مثيرة غيرت مثيرة لمحمد عبدالله بالطير العامري وصلت شامة وصلت شامة خليفة بن محمد بن قحيد المهيري ما شاء الله النقلة هناك علي في المركز الثالث بدت تقترب هنا جبارة شعار محذر ما شاء الله سالم بن مانع لغويس الطي على ثالخة رابع المراكز لسالم بن راشد بن اخدير وصل 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 بن نايع وصلت الشاهنية حمد بن راشد بن نايع هكذا هي النتيجة هكذا هي النتيجة شامة 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 في المركز الاول مسيطرة على مقدمة شوط انما الملاحقة هنا من الجبارة من جبارة على ثاني ثاني المراكز سالم بن مانع لغويس اول نجا للذيبة اول نجا للذيبة سعيد محمد بخلفان بن حزيم وفي المركز الرابع حمد بن راشد بن نايع اللي هي جبارة وفي المركز الخامس هناك شعار بطير شعار بطير مثيرة مثيرة محمد بن عبدالله بطير وفي المركز الخامس هنا الضبي لسيد علم سيف بن محمد الكعبي هكذا هي النتيجة هكذا كانت النتيجة الله يا جبارة الله يا جبارة وصلت جبارة الى موقع الناموس ولكن بالنايع بالنايع ولا بالطير الله يا سلام طارت الطيور برزاقها طارت الطيور مع ببانع محلقة هناك على مدرجي هذا الميدان سلام يا سالم سلام سلام بن مانع سلام سلام يا لغويس سلام سلام رعيم حذر سلام رعيم حذر هنا تأتي أيها الإخوة جبارة تهانينا والناموس سالم بن مانع الغويص سلامت يداك يا سالم المركز الثاني لمحمد بن عبدالله المركز الثالث رابع المراكز وفي المركز الخامس훈 من محمد بن قحيد المهيري هكذا هي النتيجة أيها الإخوة للمراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام والجوري على رابع المراكز للناصر مع عبدالله بن أحمد على المسرد ست دقائق التوقيت الزمني ثمانتعشر ثانية ثمانية وخمسين جزم الثانية تهانينا والنموس